ما هي الأعمال المترتبة في يوم التروية وكذلك يوم عرفة المترتبة يوم عرفة الوقوف بعرفة بأن يتأكد من حدودها ويقف مع المسلمين ويتجنب ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوقوف فيه وهو وادي عرنة ويقف مع المسلمين ولها حدود موضحة وبينة يكون في داخلها هذا أول شيء ثانيا يشتغل وقت وقوفه بطاعة الله وعبادة الله بالقول والعمل والذكر لله والتلبية والتسبيح والتهليل لأنه في عبادة عظيمة فلا يدخل عليها ما يشوشها أو يشوهها أو يؤثر عليها نعم وبالنسبة ليوم التروية يوم التروية هو اليوم الثامن من الحجة الذي يسبق عرفة وهو يوم التروية سمي بذلك لأن الناس كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وما بعده كانوا ينقلون الماء إلى ميناء وإلى عرفة لأنها ليست فيها مياه ينقلون معهم الماء في هذه المشاعر لحاجتهم وأما اليوم والحمد لله فقد وفرت المياه من هذه الحكومة الرسيدة وفرت المياه في كل مكان من عرفة ومزدلفة وميناء فالمياه موفرة ولله الحمد حتى على الطريق وهم يمشون عندهم المياه الموفرة الباردة يشربون ويتطهرون منها نعم